يقول فضيلة الشيخ وكفقكم الله يقول من أصيب بمرض وهذا المرض يقال بأنه معدي وضرره ليس بخطير كالزكام مثلا هل يعدر بالصلاة في بيته؟ إذا كان الجماعة يتعذون منه فلا تؤذيهم أما إذا كانوا ما يتعذون منه الزكام شيء عادي من دنيا شيء عادي لا ذكر إن الناس تضررون منه نعم